بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليم برقية عزاء ومواساة إلى خالد فضل محسن عبدالله وإخوانه وذلك بوفاة والدهم الوزير الأسبق عضو مجلس الشورى والشخصية السياسية والوطنية البارزة المناضل فضل محسن عبدالله الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء المخلص في خدمة وطنه وعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لعائلة المناضل الجسور فضل محسن عبدالله ورفاقه في الحزب الاشتراكي اليمني والحركة الوطنية التي أنجزت مشروع الدولة والاستقلال المجيد منوها بمسيرته الحافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن سائنا الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان اشتركوا في القناة